السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على احلى مشاهدين يارب تكونوا في احسن حال واهلا وسهلا بكم في قناة مطبخ المباسم ان شاء الله النهاردة هنملح سردين هنعرف كام يوم ويكون جاهز معاك للأكل وكمان هنعرف كمية الملح المزبوطة وازاي نحتفظ بي يلا بينا نقول بسم الله بسم الله هنجيب معانا كمية السردين اللي عايزين نعملها هنخسلها كويس ونخسل الخياشين كويس ونحطها في مصفة تتصفى من المياه لمدة 3-4 ساعات هنحضر لكل كيلو سردين 100 جرام من الملح ومعلقة كبيرة من الشطة هنقلبهم مع بعض بالشكل ده هنجيب برطمان اللي محتاجت تشيلي فيه السردين هنحط كمية من الملح والشطة كده من تحت وحنرس سردين نرس طبقة ونحط ملح وشطة وكمان هنحط من على الوش كده تمام هنضيف كمية من الزيت على الوش عشان الزيت بيمنع دخول الهواء هيخلي السمكة مش مهرية هيخليها متمسكة وكمان مفيش ريحة وحشة فيها هنربط الكيس كويس ونقفل برطمان بغطة يكون محكم بالشكل ده هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة وحنسيبها في البلكونة عشان يكون فيه هوا كل يوم هنقلب فيها كده مرة واتنين عشان نتأكد كده ان الملح والشطة في السردين كله بعد ست ايام بالزبط هيكون بالشكل كده السمكة متماسكة ومستوية في نفس الوقت مش مهرية ومفيش اي ريحة وحشة فيها دلوقتي ان شاء الله هنحضر طبق يكون جاهز للأكل وهنعرف نعمل ايه بالباقي هنشيل السلسلة والدل والرأس بالشكل ده هنضيف خل وعسير لمون وحنضيف كمان زيت يبقى كده معنا طبق جاهز للأكل الكمية اللي هتفضل مننا هنضيفها بنفس الطريقة وهنضيف على وشها زيت هنحطها في علبة نضيفة ونغطيها بغطة محكم ونشيلها في التلاجة في اي وقت هتكون جاهزة معي هنأكل مع السردين خيار وتماطم لتخفيف الحدوقة وكمان ممكن بطاطس محمرة وفلفل أخدر بصل أخدر ويبقى كده جاهز معاك طبق يفتح النفس كده يبقى خلصنا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير ولو تحبوا تشرفوني أهلا وسهلا وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة